اليوم نحلو في دفتر الانشيطان متتالية الاعداد الى ساعة وعشرين عندنا في التمارين الاول اكتب العدد عندنا هنا حبات الطماطم سنحسبه ونكتب ما عندي من حبات طماطم عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ما عندي خمس حبات طماطم نروح للجزر سبعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اتنى عشر اتنى عشر من حبات بيض هذا التمرين الاول التمرين الثاني اكتب الاعداد بالارقام او بالحروف تس عاتون هنا على التلميذ هو ليقرأ يهجي كما يقولوا ويكتب سبعة نروح نكتب سب عاتون وعلموا ولدكم يشكلوا ثلاثة عشر ثلاثة عشر خمسة وعشرون خمسة وعشرون عشرون ثمانية عشر التمرين الثالث اكتب الاعداد الناقصة على المستارة المستارة تعني تبدأ من صفر واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اتنى عشر تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر في التمرين الرابع عندنا اربط بخط الاعداد من الاصغر الى الاكبر نشوفوا العدد الصغير اللي هو تسعة ومبعد يجي مورة تلاتة عشر معنتها حان نربط بين تسعة و تلاتة عشر ومبعد مور تلاتة عشر حيجي تسعة عشر نزيد نربط بين تلاتة عشر وتسعة عشر مور تسعة عشر حيجي أربعة وعشرون مور مور اربعة وعشرون حيجي تسعة وعشرون رتبناهم من الاصغر الى الاكبر واربطنا تحصلنا على النجمة رتب الاعداد سبعة عشر تمانية وعشرون خمسة عشر اثنان وعشرون من الاصغر الى الاكبر عادي خمسة عشر هو لصغير ومبعد سبعة عشر ومبعد اثنان وعشرون ومبعد تمانية وعشرون هذو كانوا تمارين تعملوا تتالية الاعداد الى تسعة وعشرين الى التمارين المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة